اشتركوا في القناة الرئيس الأسد يؤكدوا أن أعداء سوريا فشلوا في ضرب البنية الاجتماعية القوية للمجتمع السوري الإخبارية توثقوا عمليات الجيش في حلب وعشرات الآلاف يغادرون أحياءها الشرقية شهداء وجرح في قصف بالقذائف الصاروخية على عدد من أحياء حلب السلام عليكم مشاهدين ومباشرتان إلى تفاصيل الرئيسية أكد الرئيس بشار الأسد أن أعداء سوريا فشلوا في ضرب البنية الاجتماعية القوية للمجتمع السوري وخلال استقباله الأعضاء المشاركين في اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي يعقد في دمشق تحت عنوان حقوق الدول في مواجهة الإرهاب أوضح الرئيس الأسد أن المعركة التي يخوضها الشعب السوري هي معركة وطنية بامتياز لأن أحد أهداف هذه المعركة أو الحرب كان ضرب البنية الاجتماعية القوية للمجتمع السوري وقد فشل أعداء سوريا في تحقيق ذلك لأن الشعب السوري نجح في الحفاظ على وحدته ونسيجه الاجتماعي إلى حد كبير بل وأصبح أكثر تماسكا وتحصينا في هذا الأمر وفي اللقاء الذي تناولت دور المهم المنوط بالاتحادات والنقابات الشعبية أكد المحامون استمرر دعمهم لسوريا قيادة وشعبا في الحرب على الإرهاب نود أن يستشعر الإخوان في جمعة الدول العربية أن الكيان السوري هو أمر لا بد منه وأن المقعد الشاغر لسوريا في جامعة الدول العربية هو ما شكل نقطة مرترق الطرق بالنسبة للمجموعة من الدول العربية بمعنى أننا انقسمنا وتفتتنا بسبب القرار الذي تخذ من قبل العرب داخل خلية عربية تسمى بجامعة الدول العربية بإقصاء سوريا من مقعدها فهذا شكل لنا نحن استضام كالتحاد معامل العرب بحيث أننا نحن أقصينا نحن اخترنا التخلف والغياب عن جامعة الدول العربية بسبب إقصاء لعنصر فاعل لعنصر تاريخي لعنصر مؤسس في إطار كل اتحادات ليس في الاتحاد محمد العرب اللي هي سوريا طبعا ليس هناك أولى من رجال قانون أن يدافع عن حقوق حقوق الشعوب حقوق الدول لأنه بالنتيجة نحن رجال دستور طالما أننا مؤمنين أن حوامل الدستور هي شعب وسلطة ودولة فإذا من هو الأولى أن ندافع عن حقوق هذا الشعب والسلطة والدولة وفق القانون والدستور نعم نحن لدينا أفكار وولدت أفكار لمقاومة هذا الإرهاب الجامح ولا الهادف إلى تحتيم البنية التحتية لكل الدول العربية لأنه إذا كنا مؤمنين أن هذا عدوان ويستهدف سوريا هذا له أسباب أولى هذه الأسباب أن هذه الدولة السورية متناقضة مع أعداء الأمة ولأن هذا الحرب هو على الأمة من البوابة السورية ووجه التناقض أن القرار السياسي الموجود داخل سوريا وأفرز مناخا عاما داخل سوريا هذا المناخ العام متناقض مع ما يريده أعداء الأمة لكن هذا القرار لو لا إرادة صانع القرار السياسي لما كان هذا المناخ إذن استهداف سوريا هو أيضا يستهدف صانع القرار الذي يفرز هذا المناخ العام الإرهاب يعني لا جغرافية له ولا مبادئ له ولا دين له فما يتعرض له الشعب السوري اليوم يتعرض له الشعب اليمن اليوم يتعرض له بعض التفجيرات التي ارتكبت في لبنان عبر عمليات إرهابية معينة ما يرتكب اليوم في العراق ما يرتكب اليوم في بعض الدول الأخرى من ليبيا وما شابه كافة هذه الجرائم اليوم يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني فأي جريمة ترتكب حقيقة هذا اتحاد محامين يضم هذه اللجان المعنية بمتابعة هذه الأمور ويجمع الأدلة الثابتة ومن خلالها ينطلق العمل القانوني لأننا سنتكلم قانون ولا نتكلم سياسة نعلن للعالم أجمع أننا سوف نكون يدنا واحدة ضد الإرهاب الإرهاب الذي لا وطن ولا دين ولا ملة له أكدت الخارجية السورية أن قرار الرئيس الأمريكي رفع الحاضر عن تصدير الأسلحة إلى حلفاء واشنطن في سوريا دليل جديد على دور الولايات المتحدة المعروف بدعم الإرهاب في سوريا وتعقيبا على القرار قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مرة أخرى دليلا جديدا على دورها المعروف في دعم الإرهاب في سوريا بهدف إطالة أمد الأزمة فيها والاستمرار في قتل شعبها وتدمير بناه التحتية وأضاف المصدر أن الوقائع في الفترة السابقة أثبتت وقوع الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها بيد داعش وجبهة النصرة وقد ثبت أن هذه العصابات الحليفة للولايات المتحدة في سوريا والتي عملت على جعلها حصان ترواض ضد الدولة السورية ما هي إلا مشروع فاشل وذلك باعتراف المسؤولين الأمريكيين أنفسهم موسيقى والآن ننتقل إلى حلب لنتابع أبرز تطورات فيها مع فريق الإخبارية هناك وعبدو زمام إليك عبدو تفضل عبدو ما هي آخر تطورات في حلب اليوم؟ تحية لك رانا وتحية موصولة لجميع مشاهديات الإخبارية السورية أينما كانوا من حلب هنا دمشق نبدأ أخبارنا من التطورات الميدانية هنا في مدينة حلب حيث رفق مراسل الإخبارية السورية وليد هناية وحدات الجيش العربي السوري أثناء العمليات العسكرية في الأحياء الشرقية ورسد تحضيرات اقتحام منطقة الزبدية لنتابع نحن متواجدين مع قوات الجيش العربي السوري في عمليات اقتحام منطقة الزبدية ولكن هنا نتحدث عن عدة محاور يقوم من خلالها الجيش العربي السوري بتقدم التوغل والوصول إلى مباني المجموعات الرهابية المسلحة تابع أيضا عمليات الجيش العربي السوري باتجاه عدد من المناطق والأبنية في منطقة الزبدية أو محيط هذه المنطقة والعمليات هي مستمرة وقوات الجيش العربي السوري اتخذت الوعد واتخذت القرار بأنها مستمرة في عملياتها العسكرية لا سيما باستهداف معاقل الإرهابيين والدخول إلى ما تبقى من الأجزاء الشرقية تمرين بعملياتنا لتطهير الكامل الأحياء الشرقي بكافة حلاب والنصر آتي نحرر حلاب كلها وإن شاء الله باقي مناطق سورية بالأجمع الاشتباكات هي على أشدها بين أبطال جيش العربي السوري والمجموعات الرهابية المسلحة هي بمحاولات دخول قوات المشات قوات النخبة باتجاه الأبنية واستعادة السيطرة على أجزاء من منطقة سيف الدولة وامتدادا إلى عدد من المناطق الأخرى نحن نتحدث أذكر دائما ومرارا وتكرارا بأن جيش العربي السوري يسعى لدخول وتأمين المناطق بعد كسر دفاعات الارهابيين وتثبيت نقاطه إلى النقاط التي سيتقدم إليها عمليات الجيش العربي السوري هي مستمرة والهدف هو واحد النصر أو النصر وليد ناي الإخبارية السورية من مشارف الأحياء الشرقية حلب مفدت الإخبارية السورية إلى حلب بربع الحجل رصدت الطريق من الراموسة إلى الشيخ صيد حيث خطوط المواجهة الأمامية مع التنظيمات الإرهابية هذا هو الطريق الرئيسي الذي يتجه من الراموسة باتجاه الشيخ صيد وهي الآن خطة دفاع أول أو خطة معركة رئيسي كما يبدو من خلال الصور والأصوات المتقطعة للاشتباكات والذي يذهب باتجاه مطار حلب وهذا الطريق يسمى طريق أيضا الرقة المقطوع منذ أربع سنوات في عمق الصورة هناك مطار حلب الدولي ومنه خطان رئيسيان يتجهان باتجاه الرقة بالإضافة إلى طريق الباب هذا الطريق بعد الانتهاء من جبهة الشيخ صيد كما تبدو خطوطها الأولى معي في الصورة سيكون آمنا وسيعاد من خلال تفعيل مطار حلب الدولي في عمق الصورة تبدو جبهة الشيخ صيد مشتعلة اليوم وهي أشد المعارك تجري فيها بالإضافة إلى بستان القصر وكذلك السكري والعامرية يلاحظ أيضا حركة متقطعة للاشتباكات التي يبدو بأنها تأخذ زخمها اليوم هذا الطريق الآتي من الأحياء الشرقية مكان خروج المدنيين من الزبدية وكذلك من الشيخ صعيد وبستان القصر وصل حين الذين خرجوا منه الآلاف من المدنيين اليوم وخلال الأيام السابقة لكن الآن انتهى خروج المدنيين اليوم وتم أخذهم إلى مراكز الإيواء وخاصة هنا المركز القريب في جبريل في عمق الصورة تبدو أيضا المناطق التي تم تحريرها اتباعا ويبدو تواجد أيضا الجيش العرب الصوري الذي يؤمن هذه الطرقات ويساعد المدنيين للخروج باتجاه مركز جبريل هذه الباصات التي تأخذ ما تبقى من المدنيين القادمين من الأحياء الشرقية إذن نحن كنا معكم في خطوط الدفاع الأولى وجبهة الشيخ صعيد ضمن الأحياء الشرقية وهي الأكثر ارتفاعا والتي يبدو بأن السيطرة عليها سيسمح بأن السيطرة سريعا جدا على ما تبقى من الأحياء التي تتواجد فيها الجماعات الإرهابية كانت معكم روبا الحجلي من الخط الدفاع الأول في الشيخ صعيد الإخبارية السورية وقد أجرت الإخبارية السورية عدة لقاءات مع عدد من المسلحين الذين قاموا بتسليم أسلحتهم كم عطايشين؟ غلطة وصارت غلطة؟ ما كنت عارفي أخوتي أطعوا تمنت بسانة دوما وصلت للجيش بك كيف أسألت الجيش؟ أحسن ما أسألت أين كنتن بشرق المنطقة؟ كنتم بالشعار الآن كنتم بالشرق على الحاجز كيف كان؟ كيف خاتلتوا مع هذه الجبهة الشامية للجيش العربي السوري؟ والله أنا بس أحاكتونا الحاجز وإبس التسبب الحاجز ماذا؟ أنت متصاوي؟ ماذا؟ كيف تصاوي؟ أنا نصاوي في الخزيفة إن أمراعة على أحياء الخبز ومن مقاتبة؟ هنا هنا تصوى على المشفى بإذنك كمان صالبت وين بأي منطقة؟ كمان جبل بدرو جبل بدرو طيب وكيف تركوكم وفلو هن هؤلاء المسنحين؟ من موقع تفتح قريب وحاموس وإيه من العرب كيف طلعت ومع مين كنت تدخلت الجوا؟ مع أي فصيل إنهابي؟ كنت قد حاس مقار كنت لا بعيدة الحظ مطلوب كنت قد حاسي مقار وعى الحواجز بس ما قتلتو؟ مو بالحواجز نعم جواة اللقاح أي مقار تابع لمين أي فصيل؟ بساقي بس نعم كما عمرت كأرهابي هذا أنتو مع تركيا ما؟ مع تركيا قدش كنت يجيكم دعا؟ والله ما بعيد مين كانوا قادتكم؟ نجيب مين نجيب مين نجيب مين نجيب مين نجيب مين وي من أي منطقة؟ حلب وفردوس اليوم طلعتم؟ نعم مع أي فصيل كنت تتباتل؟ مع نور الدينزين؟ مع نور الدينزين؟ هيا 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 شكرا لقد بحك العام شو كان شغلتك مع نور الدينزين؟ أنا أخير مرابط لأنني أخوة قناة بكلنا عساكر وأنا العمي بالحزيبوان قال أنت بدأت التعبق أنت تشبيح لأراضي أنا أباصل عني بس أنا ضميت لأراضي ضميت أنا ضلت لأراضي شغل وأنا ضميت لأراضي شغلها كم عسكري قتلت؟ ولا عسكري ولا طويل ولا عارق مع هر تقاولي إحنا مالاين أبداً إلا لا أخوني عن الحواجز إنه بتوهاد رواتي بتوهاد خمسة ودتين هل اني ما بتحسع انت دع ترقاط ولا بتكشل تانشي بس اني بتبرق عندي خمسة لقتها بس هوا وشو كنت بتعمل عالحواجه؟ بس حراسة حراسة بس حراسة من بي؟ منهم يعني بتبرق حارس اي مع مين يعني ممكن مع الزنجي مع الزنجي بس مين كنت تمنع يدخل على هاي الحواجه؟ ما امنع حدا يا اخطي ما امنع حنا اطول ما امنع حدا لكان شو كنت لأدب هاي الحواجه؟ بادي انه بهم بتبرقونين انه بشان ما يحد يحمد شيء شايفي بشان الجيش؟ بشان الجيش؟ بشان الجيش؟ طيب هلا كيف كانت مع رويا الكنيزة بين السنوية اخرت بسين وما بلش يدخل الجيش؟ خالص خالص سلاحي؟ السحب لو ورا صاري اطاع العمرية صلاحي الدين هون صاري والله بلش خالص يعني ما بلش غالية انتو ما كان معكم اسلحة كتير؟ ما كان فيه سحب السلاحة وكله سحب سحب كل السلاحة وليش ما استمر بالكتاب وليش الجيش تعرف السوري؟ ما خرجوا لاني خلص ورط لاني القاعدات تبعيدون هزمين لوين راحهم؟ قلت عرية ليفزت نعم وباعون هن وباعون اوراهم خرجت دفعات جديدة من المدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الارهابية في الاحياء الشرقية لمدينة حلب عبر الممرات الانسانية التي حددها ابطال الجيش العربي السوري بالتعاون مع الجانب الروسي وكان مفاد الإخبارية ربيع ديبة رصد بعض تفاصيل الصورة قبل قليل وصل وفد حكومي الى هذه المنطقة مركز جبرين للإيواء يعني الاطلاع على حال المدنيين وايضا تقديم الخدمات اللازمة من قبل الحكومة بجهود الحكومة طبعا معي ضيف محافظ حلب مرحبا تحياتي على السلام فيك يعني اليوم اولا مبروك النصر لحلب الشيء الثاني حتى اخراج المدنيين من الاحياء التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة هو نصر لألون ونصر للحكومة السورية تحكي لي عن دور المحافظة اليوم طبعا المحافظة نحن مستمرون في استقبال اهلنا بالاحياء الشرقية القادمين الاحياء الشرقية بعد ان انطهر الجيش العربي السوري كافة الاحياء تقريبا ونقوم بتقديم كافة مستلزماتهم من مراكز ايواء وخدمات صحية ومعيشية جاهزين لاستقبال باقي اهلنا الوافدين الوافد الاعلامي اليوم المرافق للتغطية الاعلامية في حلب مرحبا استاذ عماد كيفك انا حاولت اغتنس منك كلمتين اليوم الوافد الاعلامي وفد اعلامي كبير اجا اعلام وطني لا يرافق ولا يرصد عودة المدنيين وتضحيات رجال الجيش العربي السوري برأيك اليوم الاعلام ماذا قدم الاعلام السوري ماذا قدم في هذه التغطية الواسعة بصراحة الاعلام السوري لم يقم بدوره على اتم وجه هو يحاول وسوف يحاول ان شاء الله بشكل دائم نحن نسعى لان نكون في المكان لكي ننقل الحقيقة كما هي كما تشاهدون هناك الالاف في جبرين اتوا طلبا للخروج من الارهابين انا اسمع بعض القصص من السيدات الموجودات هناك مآسي تعرضوا الى في تلك المناطق في الداخل هناك من بطرت ايديهم قطعت ارجلهم ولم يسمحوا لهم بالخروج للتداوي قتلوهم دمروا حياتهم ومنعوهم من الخروج كل ما يتم الحديث عنه بعيدا عن رؤية الواقع يبقى في اتجاه وما نراه على ارض واقع في اتجاه انا اتأساءل هنا امام هذه الالاف كم هي الجهود التي بذلت اولا لضمان خروجهم احياء ثانيا كم هي الجهود التي بذلت لضمان وصولهم الى هنا امنين ثالثا كم هو الفرق ما بين ما كان يحدث واقع المأساوي الكارثي الذي كانوا يعيشونه عندما كانوا يتخذونه كرهاء وكدروع بشرية وبين ما هو قائم الان اليوم حلب عام تعيش انتصارا اهلنا بحلب اليوم رجعوا لانهم اشتاؤوا فعلا وهذا الشي اللي سمعناه منهم اشتاؤوا للقانون اشتاؤوا للامان اشتاؤوا لرغيف الخبز الحر الحلال بكل الاحوال كمان مشهد اخر هو قدرة هذه الدولة وقدرة مؤسسات هذه الدولة على استيعاب هذا الكم الهائل من البشر كلياتنا كنا نسمع بالاعلام خاصا بالاعلام الغربي ومنح الاعلامنا الوطني اللي عم يعطي الصورة الحقيقية لما كانت الدولة تفتح ممرات آمنة اللي شفنا استهداف اليهم فهيبدو انه لغة القوة والانتصارات والبطولات اللي قدمها بواسلنا لفك الحصار عن اهلنا وعن مواطنيننا هذا بيطلب كمان اللي احنا نكون متضامنين ونعطي ما بيقولوا اكتر ما عنا لننسبت هذا الوطن ونسبت هذه الارادة الحقيقة عند السوريين صح وعافية الله عافيك يا رب مبسوط وانت عبتاكل والله هي عندي اطيب من العسل عن جد مو هيك اطيب من العسل لانه رجعت لوطني ولخلقي الاصليين حاجتنا نشل وحرامية وايش بتريد شيكارة بأربعة الاف الباكات بأربين الف ومنه ابيعه ومو انا وانت هنه ستة غرفة مع اربة انفوز انت تقضي نهار اين نهار لا لا فيه اكل لا فيه شيء البي قطعونا اياها ما فيه شيء باعونا ما فيه حلب انا حلب لا اهله مولا الكلاب الغريبة اهل الدولار اللي زلونا الاخبارية السورية رصدت اراء بعض المدنيين الذين خرجوا من الاحياء الشرقية للمدينة هاي تاني مرة بجي بشوف بيتي الحمد لله رب العالمين والله يحمي الجيش ربي جيش العربي السوري الاسطورة الازي لا تقهر لا تقهر ابدا بحاجيون جدا والحمد لله هالطريق انا كنت احلم فيه وحلمت اني اعدم هالطريق اشتازت الارهابيين كله بس الان صلنا لحمة وحدة ماضح الحلب شرقي وغربية حلب وحدة سوريا وحدة بإذن الله تعالى من فضل الجيش العربي السوري قائدنا بشار اسد الفرحة امام ما بتصوريه فرحة كتير كبيرة كتير كبيرة الحمد لله رب العالمين وما يصدقنا ان نرجع كلها بجهود هذه الجيش الحمد لله رب العالمين فضل الله تجيش هذه العربي السوري خلاصنا من هالارهابيين الان اتصدقوا اننا من الصناعة بس اطلعنا من الصناعة رئيس اللجنة الأمنية في حلب قال في تصريح خاص الإخبارية السورية إن كل التضحيات التي قدمت كانت بهدف حماية المدنيين نحن من حيث المبدأ معنا مشكلة لو قدمنا دماء من أجل إخراج أخوتنا المواطنين من الأحياء الشرقي ونحن كل حربنا على هؤلاء المسلحون والشهداء التي قدمناهم هي من أجل حماية المدنيين وتحقيق الأمن والأمان لأهلنا في الأحياء الشرقي المواطنين الشرفاء لذلك نحن جاهزين نسهر ليلة ونهارا على إخراجهم بالسلام وإيصالهم إلى مناطق الأمن والأمان ومن ثم إعادة الإعمار السريعة للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري وعبس بها الإرهابيون لإعادتهم سريعا إلى سكنهم السابق نحن نعلم بأن هناك التزام بالهدنة على الأقل بالنسبة إلى الأعمال النشطة ولكن منذ ساعات الصباح الأولى هناك خرق كبير من قبل الجماعات الإرهابية كيف يتعاطى الجيش مع هذا الخرق؟ وهل يمكن أن نقول بأن الهدنة في هذه الأحوال قد سقطت؟ هؤلاء الإرهابيون لا يتقيدون لا بقواعد هدنة ولا بقواعد أخلاق ولا قانون دولي ولا إنساني هم يخرقون الهدنة بشكل متتابع ما وقفوا ولا التزموا بأي موعد ولا بأي قاعدة أخلاقية لذلك نحن بنرد بعنف عليهم وسنعمل قريبا حسب المعركة ضد هؤلاء ومع التقدم الذي حققه أبطال الجيش العربي السوري تنظيمات الإرهابية تجدد استهدافها للأحياء السكنية وليد هناية عاين الواقع في منطقة الفرقان هذا الصاروخ الختم تبع الهدنة متى منوقعه هدنة بنتهي الختم الختم هذا هو يوم جديد تسجل في حصيلة جديدة مع قيام المجموعات الرهابية المسلحة باستهداف هذه المنطقة منطقة الفرقان بعدد من القذائف الصاروخية هذه المنطقة هي وعدد من الأحياء الآمنة تساقطت فيها القذائف الصاروخية منها بعيدة المدى هذه القذائف أسفلت عن حصيلة جديدة هناك أيضا نشوب حريق في المنازل وكان هناك استشهاد لأمرأة حرقا كانت تتواجد في منزلها لك من جارتي احترقات انبيحق انت قادمها أنا ما بتحمل أشوفها انبيحق كانت بصرفها من الجامعة شفتها ايه داك انت عادت معا صلناش قد محبوسين بالبيت عم خافي زيتو علينا الشي انبيحق قادلت أنزل أشمها ونزلت شوي ورجعت اليوم مات احترقات اهتل هو ما لو إلا المرعة تحترق مباشرة يا حسي طالع طالعوة ولا شحف فحمة طالعوة اش عموة عموة كنت باتي كنت مشطح قلب كلش الباب فورنا لسيت قزير بنياتنا هنالك حصيلة من الشهداء واجرح النديجة تسقط من القزائف وصواريخ بعيدة متى هذه الصواريخ هي مصدرها منطقة البحوث العلمية والراشدين الأولى والراشدين الثانية هذه المناطق هي قريبة لربما جغرافيا على منطقة الفرقان وعدد من المناطق التي تتسقط فيها القزائف الصاروخية سلاح الجو له الدور أيضا بالرد السريع على مرابط وراجمات الصواريخ التابعة للإرهابين واستهدافها واستهداف مرابط القزاف التي تورد قزاف الحقد على الحياة الأمنة من مدينة حلو نزل صاروخ الصاروخ ما أعرف شو الصاروخ قوي فقدين هالدمار هذا وهالبناء هذا كل هذا ما أحد أعرف شون الصاروخ طلع يعني صوته مرعب يعني ايش بتقدر تسميها هاي وبعدين إلى متى الجلبيت كله البلور كله نايمين بيعمان الله والله عم نقلق قرعين يا ربي تخلصنا يا ربي يبقى تحمينا ودخلص نقلق قصنا هذا والله كفار ما طلعنا صلنا خمس سنين ومنضل خمس رخارة وما منطلع برات بيوتنا سوريا إنا وحلب إنا وليواليس كان درون إنا بيزرب بالعالمين وبدنا نهغدو نقالوا ايه منقالوا لا هي كلمة واحدة تتحدث فيها المدنيين في مدينة حلب بأنهم صامدين في وجه الإرهاب ووجه قذائف حقهم وليد هناي للإخبارية السورية من منطقة الفرقان رمضان حلب منذ صباح هذا اليوم استهدفت عشرات الأحياء بداية المارتيني المرديان نزلت أدونيس إضافة إلى الفرقان وحلب الجديدة والحمدانية بعشرات القذائف الصاروخية المتطورة إضافة أيضا لقذائف مدفع جهنم وحمم واحد ما أدى لحصيلة يعني وصلت إلى خمسة عشر شهيد وما يزيد عن مئة آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة ونقلوا إلى مشفى الرازي الحكومي ومشفى حلب الجامعي مساء هذا اليوم أيضا يعني منذ نحو ساعة من الآن صعدت المجموعات الإرهابية وجددت من استهدافها لتستهدف حيئة العزيزية وأيضا السليمانية والمرديان بعدد آخر من القذائف المتفجرة ما أدى لحصيلة جديدة من الضحايا في صفوف المدنيين أغلب اليوم الشهداء هم من النساء والأطفال وأيضا الإصابات التي وصلت إلى المشافي الحكومية هي في وضع حرج جدا وكما ذكرت المصادر الطبية عبدو من المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا نتيجة هذا التصعيد إضافة إلى الحصيلة من الشهداء ومن الجرحة سجل أيضا أضرار مادية كبيرة من خلال اندلاع عدة حرائق في منطقة الفرقان هذه المنطقة السكانية بامتياز والتي تضم أسواق تجارية وتعتبر من المناطق والأحياء الاستراتيجية في مدينة حلب هذا بما يخص القذائف والتصعيد الإرهابي أما بالنسبة للعمليات العسكرية كما أوردت المصادر الميدانية للإخبارية السورية فإن الجيش العربي السوري أحرز تقدما واسعا في منطقة باب النيرب وتمكنت القوات البرية من إحكام السيطرة على مجمع المدارس الواقع في هذه المنطقة وسط انهيارات لدفاعات المجموعات الإرهابية المسلحة التي تدافع وتحاول أن تدافع باستيماتة لأنها تدرك تماما بأن خسارة منطقة جديدة يعني تقلص مواقع سيطرتها لا سيما في الأحياء القريبة من المدينة القديمة والواقعة بطبيعة الحال في الجهة الشرقية لمدينة حلب هذا من جهة من جهة ثانية تستمر وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بعمليات التمشيط الواسعة في المدينة القديمة التي تضم عشرات الأحياء هذا الأمر أدى بطبيعة الحال إلى بأن الموضوع يستغرق أكثر بالنسبة للوقت سيما بأن المدينة القديمة يوجد فيها أنفاق ويوجد فيها خنادق إضافة أيضا إلى مستودعات الذخيرة والأسلحة الموجودة في تلك الأحياء باعتبارها أنها كانت من أبرز معاقل جبهة النصرة الإرهابية إضافة أيضا إلى الفصائل الأخرى أخيرا دعني أتحدث عن خروج المدنيين يستمر تأمين الجيش العربي السوري للمدنيين القادمين من الأحياء الواقعة شرق المدينة عملية التأمين تأتي من خلال المدنيين والأهالي عبر وصائط للنقل خصصة من قبل محافظة حلب يتم نقلهم إلى منطقة جبرين ومن ثم العودة إلى الأحياء التي يتم تأهي لها فعليا من قبل المحافظة محافظة حلب وإدخال الخدمات كمنطقة مساكن هنانو وباقي المناطق هذا أبرز ما لدي إلى الآن أعود إليك عبدو على أن نعود أيضا في رسائل قادمة أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية كنت معي عبر الأقمار الصناعية شكرا جزيلا لك مشاهدين هذا كان أبرز ما لدينا اليوم من مدينة حلب الصامدة عودة إلى سدهاتنا في دمشق وإليك رانا عبدو زمام شكرا جزيلا لك وأيضا شكر موصول الزملاء مفادي ومراسل الإخبارية في حلب وهذا استعراض سريع مشاهدين لبعض المعارك التي يخضها الجيش في حلب مع الزميلة علاب خضر أهلا بكم تتواصل عملية خروج الأهالي من الأحياء التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة شرق مدينة حلب وذلك تزامنا مع التقدم السريع الذي يحققه الجيش العربي السوري في استعادة السيطرة على هذه الأحياء وإعادة الأمن والاستقرار إليها الجيش العربي السوري استمر في تقدمه حيث شرع بعملية عسكرية لاقتحام حيي الكلاسة والسكري في المدينة كما حقق تقدما هاما وسيطرة سريعة في محور حي الشيخ سعيد الذي يمثل البوابة الجنوبية على الأحياء التي يتواجد فيها المسلحون ما يعني أن معظم تلك الأحياء بات في مرمى الجيش خصوصا بعدما تمكنت وحدات من الجيش العربي السوري من تحقيق التقدم في مناطق صلاح الدين وسيف الدولة وإحكام السيطرة على حي الميري المحاذي لحي الصالحين يأتي ذلك وسط انسحاب الإرهابيين باتجاه القسم الجنوبي من الأحياء الشرقية لمدينة حلب تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وهو ما جاء نتيجة التقدم السريع الذي حققه الجيش العربي السوري وحلفائه حيث بات يسيطر على أكثر من ثمانين في المئة من مساحة الأحياء الشرقية الإنجازات التي يحققها الجيش في حلب لاقت أصداء إيجابية في الداخل التركي طبعا وفي الداخل التركي متابعون أتراك اعتبروا أن تقدم القوات السورية سيغير قواعد اللعبة ومجريات المعركة في سوريا مراسل الإخبارية هناك صالح عبد الفتح تضيق الخناق على المجموعات الإرهابية في الأحياء الشرقية من مدينة حلب لاقى أصداء إيجابية ومرحبة في الأوساط التركية حيث اعتبر متابعون أتراك للشأن السوري أن هذا التقدم للقوات السورية سيغير قواعد اللعبة ومجريات المعركة في سوريا كل من يعارض أردوغان مبتهج لنصر حلب نأمل بتنظيف حلب وريفها بالكامل ليأتي الدور فيما بعد على إدلب وكامل الجغرافيا السورية نهنئ ونبارك لجميع من ساهموا في هذا الإنجاز سياسات العدالة والتنمية الخارجية والعدائية ضد سوريا كللت بالفشل والخيبة بنصر حلب العدالة والتنمية خسرت في سوريا وهي مجبرة على التراجع عن سياساتها وهذا ما شهدناه بشكل واضح وعلني في تصريحات أردوغان الأخيرة وفي تصريحات رئيس الوزراء بن علي يلدرم في روسيا المواطنين الأتراك أشادوا بإنجازات الجيش العربي السوري حيث أنهم يعتبرون انتصار سوريا على الإرهاب والمحور الأمريكي سيكون بمثابة الضامن لوحدة واستقرار تركيا مطالبين بإحلال السلام في سوريا وإتاحة الفرصة للسوريين ليقرروا مصيرهم بأنفسهم حزب العدالة والتنمية ينتهج سياسة خاطئة في سوريا منذ البداية أينما حلت أمريكا وأدواتها يحل الإرهاب والخراب والدمار صمود الجيش السوري في معركته مع الإرهاب يصب في مصلحة سوريا والمنطقة سياسات العدالة والتنمية الخارجية مبنية على التهور يكذبون دائما في تصريحاتهم ويخضعون الشعب لم يكن علينا التدخل في سوريا منذ البداية كان علينا السير وفق مبدأ أتا ترك سلام في الوطن سلام في العالم أدعم الشعب السوري والجيش السوري في حربه ضد الإرهاب أؤمن بأن السوريين وحدهم يحق لهم أن يحددوا مصيرهم علينا دعمهم في معركتهم ضد الإرهاب نيابة عن شعوب المنطقة ويرى أتراك في بسط الجيش سيطرته على حلب فشل المشروع الخارجي الذي تورثت تركيا في تنفيذ جزء كبير منه عبر تمويل وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية التي تقاتل على الأراضي السورية ترحيب الأتراك بانتصارات الجيش العربي السوري ينبع من إيمانهم المطلق بأن القضاء على الإرهاب في سوريا سينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار في الداخل التركي صالح بالفتاح الإخباري السورية أنقرة لمتابعة أبرز التطورات خاصة في حلب يسرون عن نصطديق في الاستوديو الأستاذ المحامي رياض سقر المحلل السياسي أهلا ومرحبا بك أستاذ تحياتي لك هذه الانتصارات اليوم مستمرة للجيش العربي السوري وحديث عن هدنة وخرق للهدنة كيف يمكن أن نثق بهذه المجموعات الإرهابية المسلحة وبرعاة هذه المجموعات الإرهابية المسلحة اليوم أستاذ الرياض في ظل تجارب سابقة مع هدنة السابقة قاموا بإفشالها هل هناك متغير ربما يجبرهم على الالتزام؟ حقيقة ما تفضلت به صحيح تماما اليوم لا ثقة بهذه المجموعات المسلحة أبدا على الإطلاق بدليل أنهم خرقوا هذه الهدنة لكن يجب أن نشير إلى نقطة خطيرة وهامة أن هذه الهدنة هي للمدنيين لخروج المدنيين وليس لخروج المسلحين الحقيقة موضوع المسلحين هو مجال بحث ومجال نقاش اليوم بين روسيا وأمريكا في جينيف وفي ألمانيا حيث هناك اتصالات بين وزيري خارجية البلدين حول موضوع إخراج هؤلاء المسلحين وأنا أضيف هنا نقطة أخرى أيضا أن من ضمن النقاط التي تم نقاشها على المستوى الدولي بين الوزيرين هي محاولة إخراج 900 مسلح نصفهم من جبهة النصرة هذا يعطينا انطباع أيضا بأن جبهة النصرة هي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الإرهابيين في العالم وخاصة في الغرب بشقيه الأوروبي والأمريكي خاصة وأن فرنسا وبريطانيا اليوم هم الرعاة الحقيقيين الذين كانوا دوليا على المستوى الدولي لهذه التنظيمات الإرهابية إذن هذه الهدنة من خرقها هم المسلحون وأقول أيضا أن المدنيين استطاع الجيش العربي السوري بانتصاراته باندفاعه نحو هذا الانتصار الكبير في حلب حول البصمة الكبرى حول عملية الفرز التي تمت بين المدنيين وأخراجهم من خط المسلحين هي الحقيقة خطوة كبيرة جدا وحالا لقت يعني لقت إقبالا كبيرا جدا خاصة في الموضوع الإقليمي والموضوع العالمي وهذا أكبر دليل على أن الجيش العربي السوري هو القوة الوحيدة على الأرض طبعا مع القوى الرديفة معه هي من تحارب هذا الإرهاب وهي من تحقق هذا الانتصار على هذا الإرهاب خاصة وأن هذا الإرهاب تحول أيضا من إرهاب داخلي على الجغرافية السورية إلى إرهاب إقليمي وأرهاب دولي نعم اليوم هناك قرار لرفع توريد الأسلحة لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ رياض أيضا هذه الخطوة اليوم كيف يمكن أن نقرأها في ظل الانتصارات بمدينة حلق يعني اليوم أوباما هو يودع منصبه في عشرين واحد سوف يأتي رئيس أميركي جديد يتخذ هذا القرار نتيجة ضغط شركات الأسلحة الشركات الأسلحة ضغطت بهذا الاتجاه لأنها بقرار المنع بتوريد أسلحة وخاصة بعد توجيه الانتقادات الكبيرة إلى السعودية من قبل منظمات حقوق الإنسان العالمية على الغارات التي يسهب ضحيتها في اليمن وفي عدة مناطق أخرى هذا يعطينا انطباع بأن الشركات بدأت تطالب بأموال جديدة وضخ أموال جديدة إليها وبالتالي كانت هي وراء إقدام أوباما على رفع هذا الحظر رفع هذا الحظر عن توريد الأسلحة إلى المنطقة يعطينا انطباع آخر بأن هذه الأسلحة سوف تصل إلى الإرهابيين خاصة وأن ثبت بالدليل القاطع أن مستودعات الذخيرة التي تم الجيش وضع يده عليها في حلال هي أولا من مصادر متعددة صفقات مع بلغاريا مع أوكرانيا وجدت مرسومة على صناديق الأسلحة الموجودة في المستودعات في حلال حتى هناك أسلحة إسرائيلية وجدت مكتوب عليها أيضا باللغة العبرية هذا دليل على أن صفقات الأسلحة التي عقدت مع بلغاريا مع أوكرانيا مع عدة دول أوروبية الحقيقة الشرقية كانت في السابق هي من أوصلت هذا السلاح إلى هؤلاء المسلحين الإرهابيين على الأرض ليس فقط في حلب ولكن في عدة مناطق أخرى كلنا نتذكر في معركة القلمون والقصير وجدت أيضا هناك سيارات رادارية ممولة من قبل الكيان الصيوني في هذه المنطقة وقام الجيش بوضع يده عليها في حينها إذن هذا يذكرنا بأن عمليات توريد الأسلحة لن تقف أمام رفع منع توريد هذه الأسلحة أو أمام توريدها إلى هؤلاء الإرهابيين بدليل أن الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية الأقليمين هم من يقومون بعمليات توريد لهذا الدعم في ظل هذه اللقاءات اليوم اللقاءات المكثفة العسكرية والأمنية بين الروس والأمريكيين في جونيفو حديث ومحاولات توصول إلى صيغة للتفاهم حول حلب أستاذ رياض كيف يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج بهذا القرار؟ كيف يمكن أن نفعل؟ لاحظي أن أريد أن أشير إلى نقطة هامة الاتفاق الروسي الأمريكي سابقا ألغته الولايات المتحدة الأمريكية ولم تقم بالامتثال له بصموا ووقعوا على هذا الاتفاق ثم سحبوا توقيعهم وبصمتهم لكن ما الذي عاد اليوم لكي يفتح هذا السجال من جديد مع روسيا باتجاه المناقشة والحوار حول إخراج المسلحين لاحظي اليوم الاتفاق الذي تطمح الولايات المتحدة الأمريكية لعقده مع الروس وطبعا مع الروس هناك القيادة في سوريا هناك إيران هناك قوى دولية تدعم الشعب السوري والجيش السوري في معاركها ضد الإرهاب العالمي تطمع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا النقاش إلى الوصول إلى نقطة هامة وهي إخراج المسلحين لماذا هذه النقطة بالذات؟ الحقيقة هناك ما يمكن أن نسميه اليوم خبراء للأسلحة من ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، أمريكا وحتى من الكيان الصيوني يعاونون المسلحين عمليات أعطاء أحداثيات لقصف المشفى الميداني الروسي في حلب تمت عن طريق الأقمار الصناعية الأمريكية والفرنسية والبريطانية أعطاء هذه الإحداثيات للمسلحين عن طريق خبرائهم الذين يدعمون المسلحين على الأرض في حلب وبالتالي هم يريدون إخراج هؤلاء الخبراء هم في الحقيقة أنا أقول لك نقطة هامة المسلحين في حلب اليوم المحاصرين من قبل الجيش العربي السوري أصبحوا في موقف الحقيقة ضعيف جدا وبالتالي ورقتهم انتهت بالنسبة للغرب وبالنسبة لأمريكا أمريكا لا ترى في هذه المنطقة إلا إسرائيل والكيان الصيوني لا ترى هم ورقة بين أيديها وبالتالي هم يريدون إخراج حلفائهم يريدون إخراج خبرائهم من هذه المنطقة لا يريدون المسلحين بدليل أن الاتفاق الروسي التركي كان يحمل في طياته هذا الموضوع بإخراج المسلحين الذين تدعمهم تركيا وخاصة نور الدين الزنكي وغيرها من هذه الكتائب المسلحة الإرهابية إذن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقوم بعمل اتفاق مع روسيا مثل الاتفاق التركي الروسي نعم ابقى معي أستاذ رياض أو يبدو الاتصال غير جاهز طيب اليوم أستاذ رياض هذه الانتصارات في حلب إنعكاسها من وجهة نظرك وإلى أي حد يتفرض اليوم واقع مختلف الواقع الميداني إلى أي حد يفرض واقع مختلف سواء في السياسة وفي طريقة التعاطي مع الأزمة السورية للغرب ولدول الإقليم الحقيقة هذه الانتصارات العظيمة للجيش العربي السوري ومن خلف شعبنا ووطننا وتاريخنا وحضاراتنا هي أكبر رمز وأكبر تعليم على أن القيادة في سوريا كانت منذ البداية مع الشعب والقيادة والتاريخ مؤمنة بهذا الانتصار وكنا نتحدث عن هذا الانتصار يعني كلنا نتذكر على الشاشات العالمية الوطنية وحتى العالمية كنا نقول دائما نحن مؤمنون بانتصارنا على هذا الإرهاب العالمي وبالتالي هذه الانتصارات سوف تكتب في التاريخ بأننا نحن من أملينا شروطنا على الغربيين وبالتالي مشاريعهم التي خسروها في الماضي هم سيخسرونها في المستقبل طيب اليوم هناك خروج للآلاف عشرات لألاف من المدنيين خرجوا من مناطق وجود المسلحين الأحياء الشرقية لمدينة حلبتان يتم الحديث عن أنهم حواضم بشرية اليوم تغير الخطاب حتى جون كيري يتحدث ويقول بأنه المجموعات الإرهابية المسلحة هي التي منعت المدنيين طوال الفترة السابقة من الخروج من الأحياء الشرقية رغم أن هذا الخطاب كان سابقا بغير هذه الصيغة كما قلت كان يقال بأنه هي حواضن شعبية للمجموعات المسلحة وهم لا يريدون الخروج إلى أي حد فعلا هناك تغير في الذهنية فرضها الواقع اليوم أستاذ رياض وستنعكس بطريقة التعاطي أنا أقول لك نقطة هامة اليوم كلنا نعرف هالهجوم الكبير الذي تلقته سوريا من قبل الأمم المتحدة ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية عندما تم فرض المصالحة الوطنية في دارية وفي المعظمية وفي العديد من المناطق ماذا كانوا يتهموننا؟ يتهموننا بأننا نقوم بتغيير الواقع الديمغرافي السكاني لهذه المناطق وهم تابعوا بهذا الاتجاه وبدليل أنهم كانوا يقومون بأن القيادة في سوريا تقوم بتغيير هذا الواقع الديمغرافي هم لا يعرفون حقيقة بأننا حققنا جزء كبير من انتصارنا من خلال هذه المصالحة الوطنية وأصبحت واقعا مفروضا من قبل القيادة ومن قبل الشعب في سوريا ومن قبل الجيش هذه الانتصارات في حلب اليوم فرضت واقعا آخر على هؤلاء الغربيين فرضت بأننا فعلا هؤلاء المدنيين هم ليسوا حواضن للتنظيمات المسلحة الارهابية هم كانوا ضد هذه التنظيمات بدليل أن هذه التنظيمات كانت من تجبر هؤلاء المواطنين قاموا بقتلهم بتوجيه من خلال الصواريخ من خلال قذائف الهاون من خلال العبوات الناسفة كانوا يضربون الأخوة المدنيين الخارجين على المعابر في حلب وبالتالي هناك شهداء كثيرين في هذه المنطقة أشكرك شزيلا شكرا الأستاذ رياض سقر المحامي المحلل السياسي كنت معنا شكرا جزيلا أهلا وسهلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا وحدات الجيش تحبط محاولة تسلل لتنظيمي داعش في منطقة الصوامع شرق تدمر للمزيد ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من بيروت ربيع ديبة مفد الأخبارية السورية عفوا من حلب مفد الأخبارية السورية هناك ربيع ما الرابط اليوم طبعا بين ما يجري من تقدم للجيش في حلب وبين هذا الهجوم لتنظيم داعش في طبعا منطقة التدمر هذا السؤال موجه لك ربيع ولي الضيف الموجود معك تفضل بشكل عام رانا انتصارات حلب سيطرات الجيش العربية السورية السبعة كيلو متر المربع الأخيرة التي تحتفظ فيها المجموعات المسلحة ورقة الضغط التي انتزعتها الدولة السورية والشعب السوري من أيدي المجموعات الارهابية المسلحة وهي الأهالي المدنيين والخروج بعشرات الآلاف وبدأ دخول الأحياء الشرقية ومتبقى من الأحياء الشرقية من حلب في مرحلة الخواتيم السعيدة والسيطرة الكاملة على مدينة حلب خلال الأيام المقبلة يبدو أن ذلك أزعج داعمي الإرهابيين وتحريك أدواتهم على الأرض السورية تنظيم داعش الإرهابي قام بهجوم شرس في محيط حق الجزل وشاعر معي للاستيضاح حول آخر المعلومات أو العمليات التي تجري في مدينة تدمر ومحيط مدينة تدمر الدكتور حسن حسن الخبير العسكري والاستراتيجي تحية لك يعني هناك سيطرات أو معلومات تتوارد للإخبارية عن سيطرات لتنظيم داعش الإرهابي في محيط حق الجزل وشاعر ماذا يحدث؟ أتأساءل هنا ما هو الغريب في ذلك؟ نحن نتحدث عن حرب مركبة حرب مزمنة حرب تشترك فيها أكثر من دولة حرب في الطرف المعادي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومعهم عشرات الدول وبالتالي في صيغة الحروب عبر تاريخ الحروب لا يوجد حرب كل معاركها كر 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 لا على الأطلاق قد يكون هناك تقدم في هذا المحور قد يحدث تعثر في مكان آخر لكن فيما يتعلق بما حدث في حلب هو بالعلم العسكري إعجاز بكل ما تعنيه الكلمة هو كسر لكل الأرقام المتعارف عليها في العلم العسكري النظري لذلك أمام هول ما حدث أمام نتائجه أمام تداعياته متوقع جدا أن تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي وتوعز إلى المشغل الإقليمي تركيا كان أم سعوديا أم خليجيا لتجيش الآلاف إن لم يكن أكثر من الوحوش التي انطوت تحت أرهابهم بغض النظر عن مسمياته للتقليل من ألق وإنجاز ما حدث في حلب ما حدث ويحدث إذن للتقليل من إنجاز الجيش العربي السوري والقوى الردفة لوقف الإنهيارات في الروح المعنوية العالية في الروح المعنوية لدى هذه الجماهير المجامع الإرهابية المسلحة للتأثير على الروح المعنوية للمواطن السوري وللمقاتل السوري لمحاولة تصدير صورة خادعة بأن هذه المجامع ما تزال قادرة على أن تفعل شيء ما لذلك قد يكون هناك تصعيد بهذا الاتجاه أو محاولة التقدم باتجاه الشاعر أو الجزل ما أعلم حسب المتواتر بأن هناك هجوم بأعداد كبيرة باتجاه منطقة تبعد حوالي 10 كيلو متر عن مدينة تدمر وحدات الجيش العربي السوري المكلفة بالدفاع أو بالمنتشرة في تلك المنطقة تتعامل مع تلك الموجات المتتالية التي تعتمد أصبحها واضحا تعتمد السيارات المفخخة والانتحاريين كل هذا لن يغير من حقيقة الأمر شيء وقراءة الذاتية في مثل هذا التصعيد غير المسبوق أرى فيه رسالة موجهة ليست إلى الجيش السوري ولا إلى الدولة السورية بشكل مباشر بل هي موجهة إلى روسيا الفيدرالية بشكل مباشر كون مساهمة أو مشاركة الجزء من القوى الجوية الفضائية الروسية كان بداية ثمراته تطهير تدمر وبالتالي لكي يوصلوا رسالة للأصدقاء الروس بأن الاستمرار في هذا الموقف الداعم للدولة السورية والداعم للدولة السورية يعني المسجم مع قرارات الشرعي الدولي المسجم مع القانون الدولي وكل هذه الحرب متناقضة مع كل ما له علاقة بقانون أو إنسانية الإنسان هذه الرسالة موجهة لروسيا الاتحادية وموجهة لسوريا ومحور المقاومة لكن والأيام القليلة القادمة ستثبت ذلك حتى وأن استطاعوا أن يتقدموا في هذا المحور أو في ذلك المحور لن يكون إلا تقدما آنيا ومرحليا وستكون إن شاء الله مجرد إنجاز إتمام الحسن في حلب هذا يعني فصل المعركة فصل هذه الحرب هم يريدون أن يشغلوا الجيش أن يلفتوا الأنظار باتجاه آخر أن يوصلوا رسالة بأنه وأن استطاع الجيش تطهير حلب يعني الحرب لم تنتهي وهذا ما تحدث به لا أقول هذا المسؤول عن هذا الفصيل الإرهابي أو ذاك هذا ما تحدث به جون كيري وغيره من المسؤولين الأمريكيين أنه حتى لو تم إعادة حلب فهذا لا يعني أن الحرب انتهت بكل تأكيد الحرب لم تنتهي الحرب عبارة عن معارك متعددة لكن أهم هذه المعارك أو من أهم هذه المعارك معركة حلب وإن شاء الله الحسم هو شبه ناجز وسيتم إنجازه وما هذا التصعيد غير المسبوق باتجاهها يعني حق الجزل وشاعر أو باتجاه تدمر لن يكون على الأقل إلا إذا حدث تقدم سيكون تقدم تكتيكي آني مرحلي لن يعدم الجيش والقوى الرديفة الوسيلة للتعامل معه ومع تدعياته وتفريغه من كل ما يتم أو ما يحاولون تسويقه على أنه إنجازه بشكل عام دكتور يعني إذا تتبعت المسار الزمني لكل العمليات العسكرية أو الهجوم التنظيمات الإرهابية في محيط تدمر خلال أربع سنوات الماضية دائما هناك سمود هناك إعادة تموضع في بعض المناطق ومن ثم سيطرات واسعة أكثر في مرحلة لاحقة اليوم لماذا في هذه اللحظة يتم التعويم الإعلامي من قبل قنوات الدائمة للإرهابيين على هذا الهجوم هل هو لتخفيف من نصر حلب يعني؟ بكل تأكيد أحد أهم الأسباب تقليل من ألق الإنجازات ومدلول الإنجازات وتداعيات هذه الإنجازات لوقف انهيار الروح المعنوية هو تآكل إرادة القدال لدى المجاميع الإرهابية المسلحة بالوقت ذاته لمحاولة تصدير صورة بأن وإن تم تطهير حلب إمكانية خلط الأوراق قائمة لا أرى في هذا التصعيد فرقا عن العدوان الإسرائيلي قبل عدة أيام الصاروخي وقبله الجوي ولا أرى فرقا بين هذا التصعيد وما بين العدوان الأمريكي الذي بعد شهرين تحدث وقال بأنه قام بقصف مواقع الجيش العربي السوري خطأ والخطأ قدش المسافة 9 كيلومتر وكأننا نتحدث عن جيش يعود لدولة مبتدئة أو ناشئة هذا الكلام لا يدل إلا على مدى الأثر والتداعيات والحصر في الزاوية الضيقة لكل مشغلي هذه المجامع الإرهابية المسلحة وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية لكن أنا هون بالربط ما بين حلب وما بين تدمر اليوم كنا بمركز جبورين استطعنا أن نطلع على بعض الصور لمخازن من الأغذية التي ستعرض بعد قليل مخازن الأغذية وأتمنى أن يتم عرضها لأن ما هو موجود على سبيل المثال فقط من مادة المعلبات تكفي لا أقول لأشهر لأكثر من عام وكانوا يدعون بأنهم حريصين يعني حريصون كل الحرص على المدنيين تبين بأن كل ما يتم ادخاله من مساعدات غزائية تحت أي مسمى تحتكره هذه المجامع الإرهابية المسلحة ويحاربون به المواطن المتخذ كرهينة من شاهد اليوم الآلاف الموجودة في المركز الإيواء المؤقت يدرك كم هو حجم الجهود المبذولة التي تم يعني البذلة يدرك كم هو كم الجيش العربي السوري حريص على الأداءين الميداني الحاسم في مواجهة هذه المجامع الإرهابية المسلحة والإنساني غير المسبوق في رعاية واحتضان أهلنا وبالتالي مثل هذا الجيش بمثل هذه الأخلاقية بمثل هذه الإنجازات هذا الإصرار هذا يذكرني أيضا بالبيان الذي صدر قبل عدة أيام بأن موضوع خراج المسلحين من حلب قرار لا رجعت فيه هذا ما جعل جنون الآخرين جن جنونهم ارتفع وتيرت يعني لا أقول الأحباط والإزعاج وإنما القنوط ويريدون لهذه المجامع الإرهابية المسلحة الاستمرار في دورها لا أقول التخريبي وإنما دورها الوحشي دورها اللا إنساني هذه هي رسالتهم ورسالة الجيش العربي السوري من خلال احتضان أهلنا الذين كانوا يتخذون كرهائن طالما أن هذه الورقة الأصعب التي كانت بيد المسلحين والتي أرادوا من خلالها ثاني ولي زراعة الدولة السورية والجيش السوري والآن أصبحت خارج عهدتهم خارج السيطرة إذن الأمر المتوقع أن يكون هناك تصعيد وهذا يعني يقودني أن الحدود الأردنية ما تزال مفتوحة وأن ما يمكن تجميعه من الآلاف لمحاولة يعني إحداث أي شيء لكن في نهاية المطاف تبقى عجلك الحسم تنطلق وما تحلت الحسم تنطلق وبتسارعات فوق إمكانياتهم شكرا لك دكتور حسن حسن نعم يعني ثنائية أو معادلة الصمود والانتصار حلب كانت صامدة وانتصرت واليوم تصمد حامية تدمر ومحيط تدمر جزل وشاعر الصمود هو العنوان والانتصار هو العنوان في كل عمليات الجيش والشعب السوري والدولة السورية ربيع ديبي موفادة الأخبارية السورية من حلب كنت معنا شكرا جزيلا لك وأيضا شكر موصول لضيفك الكريم كشف مسؤولون عسكريون ونواب أمريكيون أن وزارة الدفاع الأمريكية تعد سلسلة من المقترحات والخطط التي من شأنها أن تقلل من صلاحيات الإدارة الأمريكية فيما يخص العمليات العسكرية الميدانية ومنح صلاحيات أكبر للجيش الأمريكي في محاولة للحد من اندفاع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باتجاه تغيير السياسات الأمريكية الداعمة للإرهاب وتركيزه على محاربة تنظيم داعش الإرهابية كشف مسؤولون عسكريون ونواب أمريكيون أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تعد سلسلة من المقترحات والخطط التي من شأنها أن تقلل من صلاحيات الإدارة الأمريكية فيما يخص العمليات العسكرية الميدانية ومنح صلاحيات أكبر للجيش الأمريكي صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مسؤولين ونواب طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم أن البنتاجون يدرس مقترحات لتخفيف القيود المفروضة حول عدد جنود الأمريكيين المشاركين في مهام محددة وتسهيل القواعد التي تحدد سقف صلاحيات التي يجب أن تمنحها الإدارة الرئاسية قبل شن عملية أو غارة جوية الاقتراحات التي يدرسها البنتاجون تظهر تناقضا واضحا مع أجندة ترامب التي كشف عنها سابقا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب حيث تقود الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من سنتين تحالفا استعراضيا غير شرعي بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابية والذي لم يحقق أي نتائج تذكر على الأرض منذ إنشائه عام 2014 بل أسهم في تمدد التنظيم المتطرف لتطول اعتداءاته الدول الداعمة له تذكيرهم بالعناوين الرئيس الأسد يؤكد أن أعداء سوريا فشلوا في ضرب البنية الاجتماعية القوية للمجتمع السوري الإخبارية توفقوا عمليات الجيش في حلب وعشرات الآلاف يغادرون أحياءها الشرقية شهداء وجرح في قصف بالقذائف الصاروخية على عدد من أحياء حلب كل شكر لكم مشاهدين إنما كنتم بختامة رئيسية على طيب متابعتنا بأمان الله اشتركوا في القناة